خيبة أمل أصبت التونسيين وأثقلت عليهم إثر تدن اقتصاد بلادهم خاصة بعد مرور أكثر من عام على ثورتهم ضربت نواحي حياتهم اليومية وأشكالها الاقتصادية معبرين بقلق عن مستقبل بلادهم التونسيون يشعرون أنه لا يوجد حل عملي للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد وقلقين على مستقبلهم بداخلها الاقتصاد التونسي الذي يواجه حتى اليوم عودة خجولة بعد أن كان أسرعها معدلا للنمو وأهم مناطق الاستثمار في أفريقيا يواجه اليوم سحب العديد من الشركات الأجنبية مشاريعها بسبب حال عدم الاستقرار السياسي والأمني ما أرخى بظلاله على جوانب الحياة خاصة تأثر قطاع السياحة الذي كان يعد أحد أهم مصادر دخل الاقتصاد التونسي وفقا للتقرين اللادينا انخفض عدد السياح بنسبة 45% في العام 2011 ونأمل أن يتغير الحال هذا العام للأفضل وتغطي السياحة خسائر العام الماضي ما يتيح فرصة تحسن الوضع العام القادم أزمة الاقتصاد التونسي متشعبة ارتفاع لأسعار السلع إلى مستويات عالية من ناحية ونسبة بطالة ترتفع بشكل مستمر من ناحية ثانية كان لدينا 120 ألف عاطلين عن العمل مسجلين على الصعيد الوطني في مارس من العام 2010 لكن الرقم ارتفع بشكل حاد بعد مارس من عام 2011 إلى 26 ألف عاطل وعيون الشباب تسأل عددنا يزيد وبطالتنا تزيد ومستقبلنا مبهم هدي العليان العربية